موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين أما بعد إخواني المشاهدين نشرع ابتداء من هذه الحلقة بحول الله تعالى وقوته ومعونته في برنامج جديد عنوانه الوصايا العشر من صورة الأنعام خلال هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعنوان ابتداء أن نبتدئ بالعنوان وما يتعلق به وبكلماته وألفاظه ثم ندخل إن شاء الله تعالى في تفاصيل موضوعنا وهو الوصايا العشر من صورة الأنعام نبدأ إن شاء الله تعالى بكلمة الوصايا أن العنوان أول كلمة فيه هي الوصايا الوصايا جمع وصية والمقصود بكلمة الوصية هي العهد بشيء على سبيل الاهتمام بمعنى أنت عندما توصي بشيء فإنك تريد ممن توصي إليه بهذا الشيء أن يهتم به فتعهد إليه به حتى يهتم به ويعتني به فلذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الوصية هي العهد بالشيء على سبيل الاهتمام والرعاية والعناية وغير ذلك طبعا الوصية قد تكون متعلقة بشيء جائز كما قد تكون متعلقة بشيء واجب معنى الوصية قد تكون واجبة كما قد تكون جائزة المقصود بالوصية هنا الوصية التي ذكرت في القرآن الكريم لأن صورة الأنعام هي صورة من صور القرآن الكريم والوصية جاءت من الله تعالى بمعنى أن الذي يوصي عباده في القرآن الكريم هو رب العالمين سبحانه وتعالى وكلمة الوصية في القرآن الكريم وردت في 32 موضعا بمعنى 32 مرة في القرآن الكريم ورد لفظ الوصية بسياقاتها وتصريفاتها المختلفة وصى أوصى يوصيكم وصاكم وصية بمعنى هذه الكلمات والتصاريف والسياقات المختلفة وردت في القرآن الكريم في 32 موضعا وبالتتبع والاستقراء بمعنى إذا تتبعنا كلمة الوصية بمختلف سياقاتها وتصريفاتها في القرآن الكريم إذا كانت الوصية من الله تعالى في القرآن الكريم فإنها غالبا تكون وصية على سبيل الحتم والوجوب أعيد كل وصية في القرآن الكريم مضافة إلى الله تعالى فحكمها الوجوب طبعا هذا بحسب التتبع والاستقراء قد لا يكون تتبعا واستقراءا كليا لكن لنقل بالتتبع والاستقراء الأغلبي ولذلك أعيد القاعدة كل وصية في القرآن الكريم مضافة إلى الله بمعنى الله عز وجل هو الذي يوصي عباده فيها فإن سبيلها وحكمها الوجوب والحتم طبعا هذا فيما يتعلق بكلمة الوصالة الوصايا العشر طبعا العشر هذا عدد الوصايا عددها عشر في صورة الأنعام طبعا في هذه الآية التي ستكون موضوع حلقاتنا طبعا هنا نتعرض لفائدة ربما صرفية أو إن شئتم لغوية لماذا قلنا الوصايا العشر ولم نقل الوصايا العشرة بالتاء أنها علاش التاء حذفت لماذا لم تثبت التاء حين الإنسان قد يشكل عليه قد يلتبس عليه أضع التاء في العدد أو لا أضع نقول ثلاثة ولا نقول ثلاث نقول أربعة بالتاء ولا نقول أربعة متى أضع هذا ومتى أضع هذا طبعا علماء اللغة والصرف على وجه الخصوص يقولون العدد إذا كان مفردا فإنه يتبع المعدود تقول كتاب واحد إمرأة واحدة يعني العدد يتبع المعدود إذا كان العدد مثنن فإنه أيضا يتبع معدوده تقول مسلمان إثنان مسلمتان إثنتان وهكذا يعني إذا كان مثنن بعد ذلك العدد من ثلاثة إلى عشرة هذا يخالف معدوده في مفرده ما معنى هذا الكلام تقول مثلا تقول ثلاث نسوة ثلاث نسوة ما تقولش ثلاثة نسوة علاش لأن كلمة النسوة هي في أصلها مؤنث ومفردها إمرأة بمعنى مؤنث فإذا كان مفرد الجمع مؤنثا فإن العدد يكون مذكرا الآن سنطبقوا هذه القاعدة على الوصايا العشر كلمة الوصايا جمع مفردها وصية الآن وصية مؤنث لمذكر الجواب هو مؤنث أن مدم أن المفرد مؤنث فإن العدد يخالف المفرد فيكون مذكرا فتقول الوصايا العشر نعود الآن الوصايا جمع المفرد التاعة وصية الوصية مؤنث فلابد أن يكون العدد مذكرا حتى يخالف بشي نطبقوا القاعدة الوصايا العشر تقول مثلا الكتب التسعة علش التسعة وليس التسعة نرجعوا للكتب الكتب جمع كتاب معنى المفرد كتاب الكتاب مذكرا وإذا كان مذكرا سمع العدد التاعة يكون مؤنث فنقول الكتب التسعة الكتب الستة وهكذا هذه القاعدة ذا فهمناها وطبقناها تطبيقا صحيحا نفهم لماذا قلنا الوصايا العشر ولم نقل الوصايا العشرة نعم الوصايا العشر من سورة الأنعام من سورة الأنعام سورة هنا كثيرا ما تتردد على ألسنة نهاية الكلمة كلمة سورة لكن ما معنى كلمة سورة شيء سورة بالصاد سورة بالصاد هي اللي نسموها احنا سورة لكن كلمة سورة بالسين ما معناها كلمة سورة في لسان العرب لها معاني ثلاثة المعنى الأول المنزل والمكان ومنه قول الشاعر ألم تر أن الله أعطاك سورة أي منزلة ويريد أن يمدح أحد الملوك ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتردد بمعنى كل ملك من ملوك الدنيا يطمح وينوي ويؤمل أن يحقق ويحصل مثل ما حصلت ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتردد هذا المعنى الأول وهو المنزلة المعنى الثاني القطعة من الشيء والسورة الأنعام هي قطعة من القرآن الكريم القطعة والمعنى الثالث الحد الحد تقول عنك سور يكون عندك مثلا أرض وتخافلة مثلا يطمع لك فيها ولا يدوها لك مثلا ولا يتعدى لك عليها شد دلها دلها سور تسورها بالسين معنى تجعلها حد حتى لا يؤتدا عليها حتى لا يدخلها أحد في ملكه من غير ما حق هذه المعاني الثلاثة تصدق كلها على سور القرآن الكريم لأن السور القرآن الكريم كل سورة منها ذات منزلة عالية وكل سورة منها هي قطعة من القرآن الكريم وكل سورة منها تحد مجموعة من الآيات تحد مجموعة من الآيات فبذلك تصح المعاني الثلاثة لكلمة السورة على سور القرآن الكريم بقي معنا لفظة واحدة أو كلمة واحدة من عنوان البرنامج وهو الأنعام سورة الأنعام سورة الأنعام وهي السورة الخامسة في ترتيب سور القرآن الكريم أو السورة السادسة عندك الفاتحة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام معنى ترتيبها في المرتبة السادسة من سور القرآن الكريم وسميت بصورة الأنعام بمعنى الصورة التي ذكر الله عز وجل فيها بعض الأحكام المتعلقة بالأنعام والمقصود بالأنعام بهيمة الأنعام على وجه الخصوص الإبل والبقر والغنم طبعاً الله عز وجل من بين ما ذكره في هذه الصورة ذكر العقائد الباطلة التي كان يعتقدها المشركون في الجاهلية فيما يتعلق ببعض الأنعام ثم رد هذه العقيدة الباطلة عليهم وبين زورها وكذبها وباطلها لذلك سميت الصورة بصورة الأنعام بمعنى الصورة التي ورد فيها ذكر الأنعام على الصفة التي ذكرت وبينت ومن بين خصائص صورة الأنعام أيضاً أنها الصورة التي نزلت جملة واحدة بمعنى الصورة طويلة نزلت جملة واحدة على خلاف غيرها من الصور الطوال التي كانت تنزل منجمة ومفرقة بحسب طبعاً الوقائع والحوادث أنزلها الله تعالى جملة واحدة حتى يرد على الكفار الذين قالوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الله عز وجل بيّن السبب أو العلّة التي من أجلها كان القرآن ينزل مفرقاً ومنجماً فقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً لكن الله عز وجل أراد أن يبين للمشركين على وجه الخصوص وللناس عموماً أنه قادر على أن ينزل هذا القرآن جملة واحدة فنزلت هذه الصورة برمتها كاملة نعم كما ذكر ذلك كثير من المفسرين عند افتتاح هذه الصورة من كتبهم أيضاً من بين خصائص هذه الصورة أنها الصورة التي ذكر فيها أكبر عدد من الأنبياء والرسل في سياق واحد ذكر في هذه الصورة ثمانية عشر نبياً ورسولاً نعم في سياق ذكر الله تعالى لقصة إبراهيم مع قومه قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على العالمين فذكر في هذا السياق ذكر ثمانية عشر رسولاً ونبياً في سياق واحد وفي صورة واحدة فهذا من بين الأمور التي اختصت بها هذه الصورة الكريمة طبعاً وقت البرنامج قد انتهى أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة